ديوان الخدمة المدنية أعلن وقف الإفاد للدورات التدريبية خارج البلاد والتي لم تبدأ اعتبار من اليوم تلبية لتعليمات الجهات المختصة وتماشيا مع توجهات حكومية لترشيد الإنفاق العام وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن الديوان سيقوم بإصدار تعليمات عاجلة بذلك للأجهزة الحكومية لاسترداد ما سبق صرفه والتقييد بذلك مشيرا إلى أن التعليمات واضحة وتشمل الدورات التدريبية الخارجية فقط مع استمرار الدورات التدريبية المحلية